اشتركوا في القناة والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى سيفايف التي استضفت هما المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا والتي نيابة عن جلالته رأس وفد البحرين إليها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني لفتا إلى موفرة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل السعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء من إمكانيات واستعدادات في سبيل نجاح القمة وضمن جهودها الدائمة في تعزيز التقارب الإنساني واستقرار العلاقات الدولية وفي إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله باجتماعات مجلس الوزراء السابقة تابع المجلس ما تم تنفيذه من منبادرات من قبل الجهة المعنية بما يكفل الحفاظ على نجاح موسم عشوراء وفق خصوصية المجتمع البحريني ومرتكزات هويته الجامعة الأصيلة التي يزينها التعايش ويميزها التراحم وتماسك نسيجها المجتمعي منوها في هذا الصدد بلقاء معالي وزير الداخلية مع هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم والحسينيات بمملكة البحرين وما عكسته تصريحات رؤساء المآتم من وعي ومسؤولية وطنية وحرص على الحفاظ على نجاح موسم عشوراء باستمرارية خصوصية النهج البحريني في إحيائه وما يمثل ذلك من مصدر فخر للمجتمع المتمسك بمبادئه الجامعة وهويته الأصيلة التي وتوارثها ابناء المجتمع الواحد عن الآباء والأجداد بعد ذلك أشار مجلس الوزراء إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مكافعة الاتجار بالأشخاص حازت على التقدير الدولي معربا عن شكره وتقديره للدور الفاعل لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية في هذا الجانب وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني والذي يهدف إلى تطوير نظام بنايات بإسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة شؤون البلديات والزراعة فيما يتعلق بالمباني إلى المكاتب الهندسية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية برنامج الأمن الحكومي بين المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة مايكروسوفت مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول الاتفاق الثنائي بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمكتب الهايدرغرافي بالمملكة المتحدة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على سبعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد نتائج المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة